نعمل هي علشان نعدي الفترة الجادية على الخير وما فيش اي حد فينا يجيله اي مرض ولا اي تعب بازن للفترة الجاية بص يا معلم علشان نختصر كلام كتير يريد تخلي ايدك تنسى ان انت عندك وش من اساسه او اعتمس وشك بايديك طول ما هميش مخصولة الاحصائيات بتقول ان الانسان العادي ممكن يلمس وشه في اليوم اكتر من الف مرة متخيل انت لو في مرة واحدة بس مالهم في فيروس على اديك تكاد دخلت جوا جسمك دي بالسلامة دي الفيروس ممكن يعد اي سطح صلب لمدة اكتر من 10 ساعات الفيروس ممكن يفضل موجود على هدومك اكتر من 8 ساعات الفيروس ممكن يفضل موجود على اديك لمدة دقايق طويلة تخلي بالك جدا واهتم بالنظافة الشخصية ايدك تغسل باستمرار خلي صابونة حاجة ما تفرقش جيبك زيها زي محفظتك لو انت برا البيت هتلك منظف بتاع ايدين من اي صيدرية بس تأكد ان الجودة بتاعتك كويسة عشان هتفرق في حياتك وفي صحتك وفي صحت كل الناس اللي حولك ما تروحش اماكن فيها ادوات مش بتتغسل عايز تشرب حاجة او تاكل حاجة برا البيت ياريت يبقى في معلقة بلاستيك او طبع بلاستيك او كوباي بلاستيك لو انت شغال في مكان في تعملات كتير او مع عملة ربنا يكون فعونك احسن لك تلبس جوانت طبك الجوز منه بجنيه رخيص جدا بس هيفرق في صحتك الكمامة مهمة برضو بس لو انت بتخش وسائل نقل كتير او خايف حد يعتص فوشك او يكوح وفي نفس الوقت لو انت حسيب باي اعراض تعب بغاية ما تروح للدكتور عشان تحافظ على صحة الناس اللي حواليك لازم تلبس كمامة طبعية الفيديو الجاي نتكلم عن الكمامات وانواعهم واسعارهم والان سابلينا برضو في فترة الجاي بلاش البوسك كتير وحياتي غالين عندكم كفاية نسلم على بعض بالايدين مش لازم العشرين مليون بوسة اللي واحد يخدهم طول اليوم بنسلم على بعضه بناخد بوس بندوخ بعضه كفاية لو انت عريس او عندك حالة وفاية يبقى كل اللي تعرفهم تعرفوش هيبوسك ده بالعافية ربنا يسرع عليك برضو ياريت نعدل الوعي شويتين ياريت نبطل العادات الغلط اللي بنعملها ايديك تتغسل كويس جدا توعي كل الناس اللي حواليك للمرض اللي احنا موجودين فيه دلوقتي الاطفال الصغيرين علموهم وعوهم فهموهم ان احنا في وضع خطر ولازم نهتم بالنظافة الشخصية ويدينا ما تقربش بنوشينا بالنسبة كبيرة لو شكين في اي حاجة خصوصا في اي حضانة او اي مدرسة يبعدوا عدلاتكم عن الزحمة الفترة الجاية مش غلط صحت اولادنا بالدنيا برضا بلاش الزحمة في اي وصلك مواصلات بلاش عداد صحيح غضاء وفي نفس الوقت لازم نهتمل بنظافة إيدينا بالنسبة كبيرة جدا جدا وربنا السورة الفترة الجاية لنا